اهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة من حلقات توقعات نوستراداموس العرب ميشيل حيك والاخطر من توقعاته للمرحلة المقبلة سواء للدول العربية ام التوقعات العالمية مفكرك سريعا تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي توقعات اما لو انت جديد معنا فيريد دلوقتي تشرفنا بالاشتراك في القناة وما تنساش انك تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا اول باول مش الحاج بيتوقع ان التوقيع والتواقع المصرية هتكون عنوان تاريخ سوريا الحديث سقوط شخصية ايطالية مهمة صوت نتنياهو ما زال يدق في رأسي وصدى تهديده للبنان ما زال يدق برأسي ساحة الثورة اللبنانية هتكون حزينة على احد الفنانين سيتم المحاولة بتشويه هيبة الفنان عبدو شهين الثورة اللبنانية هتصدر ثوار والمرأة هتدخل الى قلب النار الهيلا هيلا هيلا هو السبب ردة الفعل التهديدات اللي كانت موجهة للمراسلات في ساحات الثورة اللبنانية سوف تتحقق انفجارين داخل الثورة اللبنانية احدهما سيكون انفجار قرار والاخر انفجار برود للثورة اللبنانية ملكة جمال سنرى الاحتلال يرعى اكتر من مصلحة عربية انتشار كثيف لظاهرة الجن ومظاهرها وما يرتبط بها هسترية محورها هاتف خليوي بيخرج عن سيطرة صاحبه صدمة تباغت مسيرة عشرائية وتخرجها من مفهوم الذكرى الوسط الفلكي على موعد مع صدمة بأحد وجوهه وانتشار كثيف لظاهرة الجن ومظاهرها فئة رجال الدين سوف يعلنون الاستعداد للوقوف امام المحاكم انشاء جبهة اصلاحية تصحيحية دينية مفعول رجعي مسلح على نتائج الانتخابات العراقية ضجيج اعلامي عالمي محوره الاثار العراقية الدخن الكثيف بيطرد اللون الازرق من سماء القدس تبور من المستجدات المتسرعة والدقيقة بيقرع باب الرئيس محمود عباس صدمة موجعة للكرة المصرية الابداع العالمي من صنع صغار لبنان صدمة تطوير ملف نعيم عباس صور ومشاهد بموقع عربي بتعيد للاذهان صور ومشاهد من انفجار مرفق بيروت اما توقعات مشالحايك العربية فبيتوقع ان في سوريا حيكون في عفو رئاسي غريب بعض الشيء والغاية منه اعطاء فرص وتسهيلات لعودة رؤوس الاموال واصحابها لبلدهم في سوريا هيكون كمان في انتخابات رئاسية بزمينها مشاكل بعضها مفتعل وبعضها حقيقي فجأة اعداء الامس حيكونوا اصدقاء لسوريا بيتفاجئ رئيس بشار الاسد بسوريين وغير سوريين بيحلوا مشكلة كبيرة رسائل امنية من كم سطر موجهة بدبلوماسية للجاليات اليهودية في الامارات والعكس صحيح استخداف رؤوس من الجسم القضائي العراقي وبيهتز العراق اثر ارتجاج القشرة الارضية واثر مد مائي مرعب مقتدى الصدر بيقفز من نقطة السلم الى نقطة اللاسلم وحيكون في ضجة في المغرب وبيتوقع كمان مشيل حيك انه هيكون في ضجة في المغرب اثر اصابة وجه معروف وصاحب شهرة على ارض المغرب حالة من الغليان داخل محيط احد السجون الجزائرية اسم سيف الاسلام واسم شقيقته عائشة بيشغلوا من جديد مساحة ليبية واسعة انجازات بتحمل توقيع مزدوج عماني اماراتي ورهن بحري واسع على سلطان عمان وموجة اطمئنان على السلطنة والاسراء الحاكمة سيجد اليمن طريقه الى السلام والى الوجه العالمية من جديد رصد اجسام فضائية غريبة وعودة الحديث عن الصحون الطائرة الخطر بيحدق باحد افراد عائلة معمر القذافي بتعج الصحراء الليبية بسياح الاجانب تشييع جماهيري في الشوارع العراقية وغتيال ديني بحرك الشارع العراقي وضجيج اعلامي عالمي محوره الاثار العراقية اقفال اكثر من جسر وطريق رئيسي لبعض الوقت بسبب حالة طوارئ تغييرات خطيرة داخل الحكم الاردني وخطة لاعلان الاردن مملكة للسلام الدستير والقوانين حيكون فيها تعديلات وتغييرات والزواج المدني حيكون مسموح في منطقة وممنوع في منطقة تانية ومساحة لبنان حتتبدل وايضا النشيد والعالم حيشهدوا تغيير اما توقعاته العالمية فبيتوقع مشيل حيك ان رئيس الوزراء الكندي ترودو في مشهد اسسنائي بيميل الى مشهد انتقامي امر طارق في مصار ومصير احدى الطائرات الكندية الجمال اللبناني العربي بيحطموا فيديو كليب في كندا الخضة الاكبر حتكون في واشنطن واحداثها ظهرة للعلن واسبابها عديدة متشبكة ببعضها حجم الانتظارات بيجعل من اوبرا وينفري في حال التأهب وبيخسر الشارع في منهات نيويورك علامته المميزة لبعض الوقت كمان بيتوقع ان الحكومة الايطالية بمهبات الهزات وصمدها على المحك خبر اسود بيلاحق كرة القدم الايطالية على احد الملعب خارق ايراني في العمق الاسرائيلي كمان بيتوقع مشيل حيك ان وزير خارجية تركيا على مفترق سياسي وابني خطير رئيس بوتين وبعض المقربين رئيس بوتين وبعض المقربين منه بتعرضوا للسلسلة من الصدمات متابعين الاهزاء بكتا كنا وصلنا معاكم لنهاية حلقة النهاردة وبشكر حضراتكم جدا والى اللقاء غدا وتوقعات جديدة دمتم بكل الخير والحب والسعادة